في منتصف شهر آب من كل عام يجري الاحتفال باليوم العالمي للشباب في جميع أنحاء العالم لتكون فرصة للفت انتباه الحكومات لقضايا الشباب لكن الاحتفال كان مختلفا في فلسطين حيث احتفل الشباب الفلسطيني على طريقتهم الخاصة من خلال عقد جلسة محاكاة لدور المجلس التشريعي الفلسطيني ليناقشوا من خلالها القضايا المختلفة هذا جاء نتاج عمل مشترك ما بين اتلاف امان وما بين منتدى شارك والليه احنا منعتز بهذه الشراكة على مدار السنوات وهي جزء من مدرسة نزاهة اللي عم نشغل عليها معاهم للسنة الخامسة على التوالي هذا العام وزي ما شفتي ان الشباب اللي طلعوا هم قادرين بكرة لما تحطيهم في المجتمع رح يكونوا قادرين على التغيير مش بس في هذا المجال مش في هذا الصياق اللي هم فيه فش بدأ احكي اثلجوا قلبي في النهاية يعني اليوم مجموعة التوصيات رح يتم العمل فيها على اكثر من جانب رح يتم اولا نشه على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى عبر الاعلام ثانيا سيتم ارسال رسالة واضحة لكل الجهات المعنية لطم طرحها اليوم لرد على هذه التوصيات او معرفة على الأقل ما هو رأيهم في هذا الموضوع وشو توجههم في هذا الاطار لانه تم نقاش اكثر من موضوع في موضوع اللقاحات وموضوع الموازنات وهي موضوع برأي مهمة وفيه هناك كثير من التساؤلات الشباب والشارع حتى بيسأل عنها بحضور الشباب لقرية الشباب وفي اليوم العالمي للشباب طرح المشاركون عدة ملفات منها الانتخابات الفلسطينية الى جانب مواضيع اخرى تساويها في الاهمية ليخرجوا من الجلسة بتوصيات من الممكن ان يتم البناء عليها مستقبلا احنا ما عمرنا جربنا الانتخابات ولا حضرنا جلسة تشريعي سواء على التلفزيون او على النت او على غيره احنا المجلس التشريع زي ما بتعرفه معطل من اكتر من 15 سنة انا شخصيا عمري 23 سنة ما عمري جربت تجربة الانتخابات الا بالبلديات بس تشريعي ورئاسة ما عمر لي جربتهم انا وكمان ملاييني الشباب الفلسطينيين غيري فبالتالي كان مش سهل الموضوع انك تقعد تعمل محاكاة رسمية بمعلومات دقيقة من مصادر موثوقة عن موضوع انت ما عندك اي فكرة فيه ما عمرك شفته على ارض الواقع قدامك بس احنا شباب فلسطيني قادر على انه يبتكر احنا بنأمل انه يصير عندنا انتخابات نصير نشوف المجلس التشريعي نسمع قرارات سنها المجلس التشريعي مش قرارات طلعت بقانون المشرفون والمشاركون والحاضرون شعروا بقوة الشباب الفلسطيني واشددوا على اهمية هذه الجلسة كونها حدث مختلف يحتاجه المجتمع الفلسطيني في خطوة نحو التغيير والمساءلة الاجتماعية اشتركوا في القناة